صباح على حضراتكم صباح الهنة ومنتصف الاسبوع عشر صبح في الاهلي اكيد معنا اخبار جديدة وكمان ضيوف اكيد جديدة وكلها معضية تهم حضراتكم صباح الخير يا كريم صباح الفل عليك وصباح الخير على كل المشاهدين الكرام يا رب ان شاء الله تكون حلقة ممتعة كالعادة النهاردة بإذن الله ان شاء الله خلينا بقى نعرف منك ضيوفنا النهاردة يمكن النهاردة طبعا يكون معنا فقرة اولى طبعا هي عن تحديات أبطالنا لرفع الاثقال وخطة الاعداد لبريس والفقرة التانية تكون مع الناقد الرياضي نستاذ احمد اشرف اللي اكيد نتكلم في امور عديدة جدا هتهم طبعا كل السادة المشاهدين وكل طبعا الشرع رادينا هوا صحيح ابو السبا احنا خلينا نتكلم كده في البداية ونتكلم تحديدا عن الفترة الحالية اللي ليها اكيد استعدادات خاصة انت بتتكلم احنا دخلنا خلاص في فترة التوقف الدولي ويحتستمر لغاية يوم عشر يعني او اكتر تابعا من عشر ايام حتى هذه اللحظة وحنيلعب فيها منتخبنا مفروض مباراتين مهمين جدا في الاجندة الدولية انا اتكلمت بحضراتكم عنهم من بارح بالتفصيل شوية رغم ان احنا بنتكلم برضو انهم مديتين لكن اكيد على دركة كبيرة جدا من الاهمية كمان تتكلم في توقيت مهم كمان ليه الكرة المصرية تتكلم زامبيا وبعد كده الجزائر وطبعا دول يعني مش هنقول منتخبين سهلين يا كاري منتخبين طبعا عندهم نجوم كتيرة جدا فكل التوفيق ان شاء الله يعني فترة هتبقى كريم اه صعبة فترة توقف كل حاجة لكن انت لازم تركز جدا لازم تعمل اكثر من رائع كمان فترة التوقف بتاعتك الانطلاقة الحقيقة بالنسبة لنا موسم صعب زي ما قلنا وتحديات كثيرة جدا لكن يمكن انطلاقة الموسم كالعادة كانت قوية بالنسبة لنا بشكل كبير وده الامر اللي احنا كنا لمسينه نهواند من البداية يعني زي ما قلنا تلت بطولات بطولة الدوري بطولة افريقيا بطولة كأس مصر وده كان امر مهم جدا ان انت تبدأ بطولة الدوري العام بمباراة كبيرة امام فريق نادي المصري اللي يمكن مدعم وامطعم بشكل كبير جدا جدا صفوفه مختلف بشكل كبير عن الفترة المضي مع ايضا كمان مدير رفاني مميز الكابتن علي ماهر عشان كده اما بتلاقي النتيجة اربع صفر قدرنا ان احنا نكسب بهذه النتيجة وبهذا الاداء المميز جدا في انطلاقة الدوري دي بتدينا طمأنينة ورسالة كبيرة جدا من بطولة الدوري العام دخلنا في مرحلة جديدة وهي مرحلة الدفاع عن لقابنا طبعا والبطولة المحببة لكل جمهورنا الحبيب وهي دوري ابطال افريقيا امام سان جورج اللي ممكن الحمد لله المبارايتين كانوا هنا في القاهرة نتيجة المبارايتين زي ما احنا عارفين كانت 7-0 المباراة الاولى كانت 3-0 والمباراة الثانية كانت 4-0 هنا الكلين شيت مهم جدا بالنسبة لنا طبعا وده امر بيسعد الجهاز الفني ان انت في كل المباراة يكون عند الكلين شيت سواء في بطولة الدوري العام او في البطولة الافريقية ده امر مهم جدا انتقلنا من المبارايتين طبعا بالنسبة لأفريقيا الى مباراة كأس مصر المقاضية طبعا من الموسم الماضي كان عندنا مباراة مهمة جدا في نصف النهاية امام امبي نجحنا في الفوز بثلاثية دون رد طبعا والتأهل للمباراة النهائية وزي ما قلنا 3-0-4-0-3-0 دي امور بتسعد الجهاز الفني وبتديك رسالة كبيرة جدا للفترة القادمة منتظرين بقى المتآهل من الزمالك او بيرمز نادي الاهل جاهز طبعا لأي مواجهة في اي فريق هتكون على موعد بمشيئة الله ان شاء الله خلال الفترة القادمة سناء مكرر انه واند زي ما احنا عارفين يمكن زي ما قلنا الموسم الماضي كان بيرمز وقبل الماضي كان للزمالك نادي الاهل جاهز بشكل كبير جدا يعني يا رب ان شاء الله بإذن الله بنتمنى كل التوفيق خلال الفترة القادمة للنادي الاهل كلام محترم جدا ويمكن احنا لو احنا اتكلم برضو عن ارقامنا احنا حققنا يعني العلامة الكاملة 6 نقاط في مسابقة الدوري تأهلنا كمان لمباراة النهائية في كاس مصر تأهلنا لمرحلة المجموعات في دوري ابطال افريقيا زي ما حضراتكم معارفين هيكون معنا وكلمت في الموضوع ده مبارح برضو يانج افريكنز التنزاني ومدياما الغاني وشباب لزداد الجزائري كمان من ابرز مكاسب المرحلة خلينا نقول الاخيرة هي انسجام اللاعبين مع بعض يعني انت دلوقتي لبقيت تلاحظ يا كريم الانسجام بين الصفقات الجديدة وخلاص احنا دلوقتي اعتقد جي الوقت اللي ما تقولش عليهم صفقات اصلا دلوقتي بتتكلم انهما سكواد اساسي من النادي الاهلي شفنا قد ايه في حب ويه كمان في ثقة بين الجماهير وبين كل اللعيبة اللي انضمت مؤخرا او حديثا للنادي الاهلي شفنا امام عشور لما اصيب ازاي كانت الجماهير بتتكلم ازاي كانت الجماهير بتؤازر هذا اللاعب اللي فعلا هو قدر برضو بتفوقه في الملعب وبأداءه انه هو يكسب حب واحترام الجماهير فدي نقطة كانت كبيرة جدا وشفنا كمان تقلق اللعيبة بتاعتنا زي بيرستا وغيره يا كريم لا دي طبعا مكاسب كلها نتابعنا في الفترة اللي جاية كمان يعني يكون فيه تطوير اكتر من كده شايفينه لكل اللعيبة اللي انده مهم جدا طبعا واكيد برضو حيكون لمصلحة المنتخب في الاول في الان بالتأكيد طبعا وامكان